أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك اليوم وفي إطار الحوارات التي نخصصها لقطاع البناء والأشغال العمومية يسعدني أن أرحب بالسيدة زينب بن موسى مديرة التجهيزات العامة أهلاً وسهلاً بك سيدة بن موسى أهلاً بك شكراً مرحباً أولاً سيدة بن موسى قربين من إنجازات المديرية خلال الفترة 2012-2016 لقد عرفت هذه الفترة 2012-2015 إنجاز مشاريع مهمة جداً بالنسبة لمديرية التجهيزات العامة وحاولنا كذلك تنويع هذه المشاريع واستهدفنا البحث عن مشاريع دات قيمة مضافة تقنياً وستراتيجياً كذلك ويمكن أن نصنف هذه الإنجازات إلى ثلاث أصناف أولاً المشاريع الكبرى والمشاريع الكبرى هي مهمة جداً لأنها تتطلب آليات وأدوات خاصة في التدبير خاصة الإعدادات المؤقتة التي تصهر على هذه المركبات الكبيرة ثم هناك المباني الاجتماعية المباني الاجتماعية لخصوصيتها الاجتماعية وسوسيو اقتصادية وخاصة لأنها تساعد في محاربة الفقر وتقليص من الفوارق الاجتماعية وإعطاء ظروف عيش أحسن للطبقة هي مهمشة من السكان نهم بالذكر في هذه المشاريع الاجتماعية مشاريع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ثم هناك صنف آخر من هذه المشاريع هو تأهيل المباني الإدارية حيث نسعى إلى توفير مقارات ملائمة للعمل سواء بالنسبة لإدارة جميع الوزارات والمؤسسات العمومية التي نعمل معها أو بالنسبة للفضاءات الجانب الجامعي بالنسبة للوزارة التعليم العالي بالأرقام بالأرقام إنجازات مديرية تجهيزات العامة هي بين 2012-2015 هي تقريباً 400 مشروع بكل فا تقدر إجمالياً بـ 5.3 مليار دراهم منها المشاريع الكبرى المشاريع الكبرى على حصرياً ماشي بالتفصيل عندنا المشاريع الكبرى نذكر مثلاً المركب الريادي لأقادير نذكر الأشطر الثانية للمراكز الاستشفائية بفاس ومراكش المتحف الوطني للفنو المعاصرة بالريباط ومقارة توسيعة البرلمان والمجلس الدستوري هذا بالنسبة للمشاريع الكبرى بالنسبة للبرامج الاجتماعية قمنا بتأهيل تقريباً 145 مسجد سواء تأهيل أو بناء لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هناك مراكز اجتماعية بالنسبة لمؤسسة محمد الخامس تقريباً 114 مركز هناك أيضاً بناء تأهيل البنيات التحتية لكرة القدم مع الجامعة الملكية لكرة القدم وكذلك الجامعة الملكية لألعاب القيوة بالنسبة لتأهيل المباني يمكن تلخيص هذه الإنجازات في مباني التي قمنا بتسليمها للتعليم العالي وهي تقريباً 13 عملية تهم بالخصوص جامعة الحسن الأول بستات جامعة الحسن الثاني بالمحمدية وجامعة شعيب دكالي بالجديدة هناك أيضاً سلمنا عدد كبير ما يفوق الأربعين مشروع بالنسبة لوزارة الداخلية وأنهم بالذكر المديرية العمالي الأمن الوطني والمفاتيشية العمالي القوات المساعدة هناك أيضاً بالنسبة لوزارتنا وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أنجزنا عدة مشاريع على رأسها ثلاث مديرية جهوية وإقليمية وأحدشر مركز للسيارات باعتبار هذه المشاريع هي مشاريع قرب من المواطنين هذا فيما يخص الإنجازات التي تتعلق بالمهمة الأولى وهي الإشراف المنتدب أما بالنسبة للمهمة الثانية وهي تطوير تقني وتطوير تقني فقد قامت المديرية بعدة إنجازات نذكر على الخصوص منها إصدار سبع دفاتر للتحملات المشتركة أو ما يسمى بلسي بيسي الكهيدة بكسكيبسيون سبيسيال وعدد كبير من لسي بيسي تيب وخاصة في ميدان العزل الصوتي كذلك شاركت المديرية مع وزارة الإسكان في إخراج وتطبيق القانونين الأساسيين لضابط الزلازل بالنسبة للبنايات التي تتكون بالطين بالطين قانونين دخلت حيز التطبيق منذ 2014 كذلك بالنسبة للجودة لأن المديرية التزمت بتطبيق الجودة في جميع البنايات التي تقوم بها بالنسبة للجودة تم تكوين عدد كبير من المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين في إدارة مديرية تجهيزات العامة فيما يخص وكذلك قد حصلت مديرية تجهيزات العامة على شهادة الإيزو نفمي الآن نسخة 2008 بالمعايير الدولية بالمعايير الدولية واستطعنا حصلنا على هذه الشهادة في أواخر 2013 واستطعنا اجتياز بالنجاح لزود في أواخر 2014 و2015 نعم سيدة مرموسة وما هي الأورش التي توجد حاليا طور الإنجاز وتشرف عليها مديرياتكم الأورش التي نقوم بها حاليا أو ما ننجزه في 2016 يمكن نتلخيصه بالأرقم التالية أولا نحن نتعامل حاليا مع 34 قطع حقيبة الأورش التي نحن بصدد إنجازها هي 764 ورش منها 284 في طور الإنجاز بقيمة تقدر بـ 9 ملاير درهم و480 مشروع في طور الدراسة ويقدر بـ 6 ملاير درهم كذلك لقد سلمنا لأصحاب المشاريع في سنة 2015 160 مشروع بما يناهز مليار درهم كذلك رقم الاعتمادات التي توجد بحوزتنا في سنة 2016 هي تقريبا 7 ملاير درهم إذن بالنسبة للمشاريع المهمة أهم المشاريع التي نقوم بها الآن زيادة على الاتفاقيات المتعددة للإطار في السنوات والتي تهم مديرية العامة للأمن الوطني وزارة العدل والحريات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هذه هم اتفاقيات متعددة للإطار زيادة على هذه الاتفاقيات نذكر على الخصوص انطلاق أوراش المراكز الاستشفائية بكل من طنجة وأقادير والشروع في دراسة المشروع الجديد لمستشفى ابن سينة في الريباط هناك أيضاً تواصل أشغال الجامعة الأورو المتوسطية بفاس كذلك توسيع مطر محمد الخامس محطة واحد مطر محطة المسافرين براشيدية المراكب الجهوي للمراكبة بأقادير وتوسيع مطر العروي بالنظر كذلك بالنسبة لوزارة العدل والحريات المعهد العالي للقضاء ومحكمة النقد بالريباط هناك المعهد العالي للموسيقى وفنون الرقص بالريباط بالنسبة لوزارة التقافة سنحاول إنهاء أشغال كل من كليتي الطب والصيدلة في طنجة وأقادير كذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالريباط وقد سلمنا في أواخر 2015 بداية 2016 بالنسبة لكرة القدم 63 ملعب بالعشب الإصطناعي و3 ملعب بالعشب الطبيعي في كل من قنيترا وخريبقا واسفي ونحن بصدد دراسة برنامج جديد مع الجامعة الملكية لكرة القدم ونقوم الآن بنظام الإنارة لتقريبا 1-14 ملعب في المغرب كذلك كما لاحظتم مؤخرا في وسائل الإعلام لقد تمت إعادة لقد أتممنا إعادة وتهيئة ملعب مولاي عبد الله حيث أعدنا تعشيب الملعب وأعدنا تهيئة الحلبة المطاطية ولقد احتضنا هذا الملعب مؤخرا دورة الألعاب القوى دورة الألعاب القوى لمحمد السادس كذلك سنباشر في إنجاز مشروع أكاديمية أكاديمية الراجعة البيضاوي وتأهيل وتحديد هل انطلقت الأشغال في هذا الأكاديمية؟ نحن بصدد انطلاق الأشغال دراسة انتهت انتهت الدراسة وكذلك المركز الوطني لكرة القدم الذي ستنطلق به الأشغال في نهاية هذا الأسبوع نعم سيدة بن موسى هذا بالنسبة للمشاريع التي تقومنا الآن بإنجازها وماذا عن المشاريع المستقبلية؟ المشاريع المستقبلية بالنسبة للوزارات تشرف وزارة تجهيز والنقل واللوجيستيك على دعم هذه المديرية وذلك بالسهر على عنصرين أساسيين أولا دعم مهمة الإشراف المنتدب وتطوير تأثير التقني ثم مواصلة الجهود المبدولة في تأثير المتدخلين في هذا الميدان والتقنيين ومكاتب الدراسات إلى آخره أما بالنسبة لمهمة الإشراف المنتدب فالأفق المستقبلية للمديرية هي أولا متابعة الاتفاقيات المتعددة الأطفال في السنوات القادمة ثم نحن بسدد تهيئ والمصادقة على الاتفاقيات الجديدة نخص بالذكر منها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية جامعة سلطان مولاي سليمان ببني ملال لإنجاز كليات الطب والصيدلة ببني ملال وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وأخيرا المؤسسة المحمدية لأعمال اجتماعية لقضاة وموظف العدل وهل ستنطلق أشغل هذه المشاريع في هذه السنة؟ نعم ستنطلق في هذه السنة إن شاء الله نعم سيدة من موسى نمر الآن إلى نقطة أخرى سمعنا أن الوزارة تستعد لتحويل مديرية تجهيزات العامة إلى وكالة لتجهيزات العامة أين وصل هذا المشروع؟ المشروع تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية تجهيزات العامة إلى وكالة وطنية يرم بالأسس إلى ترسخ الحكامة الجيدة وذلك بترشيد وعقلنة الهيئة الإدارية وكذلك من شأنه أن يخفف العبء عن الوزارات الأخرى أو القطاعات أو المؤسسات العمومية لتهتم وتتفرغ لمهامها الأساسية كذلك هذه الوكالة ستكون ساعد الأيمن للحكومة في إنجاز البنايات التحتية الأوراش الكبرى نعم الأوراش الكبرى وكذلك في الحفاظ على الترط الإداري بالنسبة لتقدم هذا المشروع مشروع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة قد تم التشاور عليه مع المصالح المختصة لكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الاقتصاد والمالية وهو بصدد إرساله إلى المصادقة نعم يمكنكم إعطاؤنا تاريخ لانطلاق هذه الوكالة كل ما يمكن أن أقوله هو أن مديرية تجهيزات العامة هي مستعدة للشروع بالعمل في إطار هذه الوكالة وعلى السلطات العليا التسريع بمصادقة على هذه الوكالة نعم نعم سيدة من موسى وقعتم مؤخرا اتفاقا مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تكون بموجبه المديريات الجهوية للتجهيز مكلفة بتدبير مشاريع بناء المؤسسات التعليمية تحدثوا لنا عن هذه النقطة فعلا تم توقيع اتفاقيات شراكة مع أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهات الاثنى عشر للمملكة وجاء هذا في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار التي تمت المصادقة عليها في أبريل 2014 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم المساعدة التقنية وتدبيرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في عملية إنجاز مشاريع البناية المدرسية في جميع الجهات وحاليا المديرية الجهوية لوزارات التجهيز والنقل واللوجيستيك تقوم بإجراءات أولية حيث تم الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك للتنصيق ولتحديد اللائحة السنوية للمشاريع التي سوف نشتغل عليها هذه السنة هذه السنة يعني في سنة 2016 بالنسبة لمهمة مديرية التنجيزات العامة في هذه المشاريع فهي ستواكب جميع مراحل الإنجاز ابتداء من البرمجة وتحديد الحاجيات إلى الاستلام النهائي للمؤسسات مروراً بالدراسات المعمارية والدراسات التقنية نعم سيدة بن موسطى شكراً لك على كل هذه الأجوبة وكل هذه التوضيحات التي تفضلت بتقديمها لمشاهدين وشكراً على قبول دعوتنا شكراً شكراً لكم أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين أضرب لكم مواعد في حلقة مقبلة إن شاء الله